وأريد أن أتحدث هنا عن تطورات المعركة في ظل أحكام الأعدام على ثلاثة أجانب منهم المغرب إبراهيم سعدون أستاذ عبداللطيفة هو شاب مغربي وصفه أبوه بأنه نابغة يتحدث خمسة لغات يدرس بمنحة نتمنى له السلامة أستاذ على هذا نعم وكل التضامن مع أهله حقيقة مع أهلنا في المغرب لابد من موقف حقيقة وزارة الخارجية البريطانية تحركت من أجل مواطنيها لا أدري إن كان هناك تحرك رسمي مغربي بحق إبراهيم سعدون هذا الطالب المميز لديه جنسية أوكرانية يبدو بأنه فرض عليه الانضمام بطريقة أو بأخرى للقوات الأوكرانية شو رأيك أستاذ عبداللطيف بهذه القضية هذه تنقلنا إلى قضية أخرى قضية الهوية والانتماء قضية قيمة الإنسان لدى دولته ألا أنت تحدثت بريطانية تحركت ولكن أين الموقف المغربي ثانيا نأخذ أبعاد أخرى هل هذا الطالب المغربي تم أغزه بطريقة غير شرعية أو كان بالفعل من ضمن المنضمين إلى الجيش الغير أوكراني أو المتطوعين أم أن نذج به في هذه الحرب أم سيناريو الثالث فقد أو بطريقة ما فقد صوابه وتم أخذه باعتباري مع الجنسية الأوكرانية هناك سيناريوهات محتملة لهذا الوضع وهذه القراءة ولكن هنا رسالة أيضا لا بد أن يتم إصالها من خلال الجانب الروسي والانفصاليين أولا تم الإشارة لضرب مركز تدريبي للمتطوعين وعلى لسان وزير الدفاع الروسي إشارة إلى أن الجميع لا ينضم لأن روسيا ستنكل بكل من ينضم إلى هذه الحرب سواء أوكراني أو غير أوكراني بدون رحمة أو هوادة أيضا لديها تحفظات أخرى بأن لديها مشكلة مع بريطانيا تريد أن تصل رسالة أخرى لبريطانيا سيتم الإعدام وفق لمجلس تشريعي يعني عندما تحدث المبعوث الروسي في الأمم المتحدة قال إنها سيتم المحاكمة ليس لروسيا أي دخل ولكن هناك مجلس شعبي وقضائي سيأقذ بأمر هذه الإجراءات وفقا للتشريع والقانون بأمرهم لأنهم لم يعاملوهم معاملة أسرى حرب من المفترض أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب ولكن الآن تم الضغط بضربة قوية بأن كل من سيتقدم إلى مشارقة أوكرانيا في هذه الحرب سيتم الأخذ بأنه عدو ولا يجب الاستهان به وأظن ستتم حركات الإعدام فيه هذه الأمور في حق الشب المغربي والبريطانيين حتى تكون حرب نفسية لكل من يتسول له نفسه بالانضمام إلى هذا المعسكر التطويعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة